السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مصر الحمد للعبد من قناة دروس العالمية أونلاين هنبدأ النهاردة منهج الترمي التاني شرح وحل كتاب جيم للصف الثاني السنوي يونيت سيفن ليسونز وان ان تو هناخد الجزء الخاص بالفوكاب والجرامر وعشان توصلك لفيديوهات أسرع من إشعارات اليوتيوب انضم الجروب الواتس أب تانية سنوي أو قناة الواتس أب ورابط موجود في الوصف أسفل الفيديو بنشر عليها مذكرات ملخصات جرامر وامتحانات بإجابتها وحاجات تانية كتير هتجابك ان شاء الله قبل ما نبدأ همسة في أذن حبايبنا أبطال تانية سنوي الترمي الأولاني خلص خلاص سواء كنت مقصر أو كنت مكتد ابدأ معانا بداية جديدة علشان تجاهز نفسك للثانوية العامة حلم العمر يا جماعة كن على يقين إن ربنا مش هيضيع تعبك أبدا وجهدك أبدا حط قدامك هدف توصله واتعب عشان تحقق حلمك نبدأ في منهج النهاردة ودرس النهاردة طبعا زي ما احنا متعاودين هنقرأ الكلمات وهنتعرف عن نط الصحيح هنحل مشكلة المشتقات اللي مظننا بيشتك منها هنشرح الجرامر بالتفصيل ونعلق على كل التركات اللي ممكن تقابلنا هنحل على ده كله أسئلة ونقول السبب بتاع الحل يلا بنا نبدأ مع أهم الكلمات Determination Determination Encouragement Encouragement Get used to Get used to Host family Host family Independent Independent Pick someone up يعني بيقل أو بيحضر شخص من مكان معين لو جبت pick up على بعضها ما فيش كلمة بينهم يعني هتبع معناها هيلتقط لكن هنا pick في مسافة وup بيحضر شخصا من مكانهم ما Struggle Struggle أهم الكلمات في reading and listening Abroad Abroad Accommodation Accommodation Activity Activity Annoy 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 Bell 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 Biology 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 Celebration 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 Certificate Certificate Challenge Character Character Concentrate 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 Confident Confident Confused 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 course creature current degree distract explain explore extract gardener lonely lonely made made main noisy noisy normal publish publish ring ring secret secret specific stressed stressed temporary 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 understandable understandable whistle whistle همي كلمة workbook plug plug conditions conditions drought جيجي هنا silent drought experience experience fire firefighter fire fighter harbour harbour helpful helpful imagine imagine lamb lamb اللي بيهنا silent support support volunteer volunteer way way هنا كمان GH silent ناخد the check point أول حاجة number one going away to college in Alexandria يعني اذهب بعيدا الى الكلية في iscindria has made my son much more طبعا much more independent يعني مستقل أكتر number two the survivors were picked طبعا الناغون were picked not by fishing boats from nearby villages يعني الناغون تم توصلهم عن طريق صفن الصيد إلى أقرب قراء يبهينا picked up يبهينا letter a number three the cost of the six day trip in شارم الشيخ includes meals and the hotel تكلفة رحلة 6 ايام في شارم الشيخ تشمل الوجبات and hotel a and hotel accommodation اللي هي الاقامة اللي في الفندق number four our national football team has great to win the africa cup of nations فرينا القومي طبعا عنده great a عشان يفوز بالافريca cup of nations اللي هي كاسم وافريقية طبعا زي سير هذا العام طبعا هو بيلعب وحش اليام دي هو المفروض انه كان عنده determination يعني عزيمة وإصرار number five the computer company want someone with a lot of scientific for this job الكمبيوتر شركة الكمبيوتر لانه حتاق شخص يكون عنده علمي كتير جدا لهذه الوظيفة طبعا عنده خبرة in a big city after living in the country بولك طبعا انا انا ما كنتش اعتقد قابدا ان انا ممكن فيهم اللي ام ايه get used to اعتاد على تمام بالطربي تمام ما كنتش اقدر في حياتي انا فكر ان اقدر اتعود على الحياة في المدينة الكبيرة بعد ما كنت عايش في الريف number seven with support مع الدعم and not from their parents من الوالدين the students organized their first art exhibition الطلاب استطاعوا من هما ينظمهم اول معرض للفنون اذا هنا مع الدعم والايه طبعا والتشجيع يبقى encouragement letter d number eight after the covid-19 benademic بعد طبعا جائحة كورونا everyone entering a foreign country had to show a health or vaccination نقط هنا طبعا بيقولك ان كل واحد عشان يدخل البلد اجنبي لازم يظهر ايه خاص بالصحة واللقاح طبعا بيكلم هنا على certificate شهادة الصحية اللي بيثبت انك ما عندكش كورونا number nine والله اعتقد ان التقصي البارد ده يعتبر ايه بالنسبة للوقت ده من السنة لان ده الشتاء يبقى الكلام ده طبيعي يبقى هنا normal برد طبيعي طبعا number ten نقط بعد كده expressions phrases and prepositions تعبيرات ومصطلحات وحروف جرهامة دي كلها حاجات مهمة برضه في الوحدة do an activity او perform an activity يكون بنشاط get distracted يصبح مشتت الذهن والانتباه have a break لديه راحة او فسحة come across يمر بي او يقابل بالصدفة come into يأتي او يدخل الى difference between اختلاف بين different to او different from الاتنين صح مختلف عن have a great time يتمتع بوقت رائع have experience لديه خبرة on his own بمفرده look around ينظر حوله او يتجول look out of ينظر من خلال move to ينتقل الى travel across يسافر عبره نخبع كده derivatives المشتقات وانه مشكلة المشتقات انه بنسى او بتلحبط في مكان الفعل مكان الاسم مكان الصفة ومكان الحل كمان طبعا الفعل انه هارفين ممكن يبدأ اه في يجي فاول الجملة لو كانت جملة امر ودي الحلالة الوحيدة ممكن ييجي بعد الفعل وده مكان الطبيعي او بيجي مسلا بعد زي مسلا ممكن ييجي فاعلة مصدر بعد افعال نقصها زي كان الاسم ممكن ييجي فاول الجملة قبل الفعل في محل فاعل ممكن يجي بعد الفعلة في محل مفعول ممكن يجي قابله ا ا ا ا ا ا عشان يقول هو ايه اسم مفرد ممكن يجي قبله دي كلها تنفع اماكن لكلمة او الاسم يعني النوان وكمان النوان بيجي بعد الايه اللي هو الاسم يعني بيجي بعد الصفة لان الصفة بتصف لاسم ومن دية بندخل للنقطة التانية الصفات ما كانها فين في الجملة الصفة تصف لاسم واتيت قبله زي ما قلنا كمان الصفة ممكن تيجي بعد ممكن الصفة تيجي بعد افعال تقريرية زي مسلا كلمة وكلمة اللي هي معاناها يبدو. الحال طبعا بيبقى عبارة عن صفة زي دي اللي والحال هنا بيصف الفعل ويأتي بعده. تمام? ممكن الحال ييجي قبل الصفة عشان يحدد مقدارها. زي ما قولنا التاقس حار للغاية او كلمة ديت ظرف جات قبل الصفة ليه عشان تحدد مقدار الصفة. نشوف كده. الفعل هنا يزعج او يضايق. اللي هو الاسم منه ازعج. انوينج مزعج. انويد منزعج. طبعا انوينج للشيء اللي بيزعج وانويد اللي بيشعر بالازعاج. concentrate يركز. concentration تركيز. concentrated مركز. confuse يوربك. confusion ارباك او ارتباك. confusing او confused. confusing مربك و confused مرتبك. determine يصمم. determination تصميم. determined مصمم او عقد العزن. distract يعني يشتت الزهن او الانتباه. destruction تشتت الزهن او الانتباه. distractor مشتت الانتباه. و distracted يعني مشتت الزهن او الانتباه. explore يستكشف. exploration استكشاف. explorer مستكشف. exploratory استكشافي. imagine يتخيل. imagination خيال. imaginative خيالي. imaginary خيالي يعني بعيد عن الواقع. لكن imaginative الاولاني ذات خيالي يعني حاجة مبدعة. حاجة خيالية. publish. ينشر. publication. منشور. publisher. الناشر نفسه. ديت اسم. published. منشور ديت الصفة. specify. يحدد. specification. تحديد او تخصيص. specific. محدد. way. يازن. weight. وزن. weighty. ثقيل الوزن. جاب لي هنا ثلاث امثلة على كلمة confused. مشتوقاتها. نشوف كده ونركز معايا. اكبر لك الصورة عشان تبقى واضحة بنسبالك. these unclear instructions can confuse everyone. عايزوا للتعليمات الغير واضحة ممكن تربك اي شخص. خلي بالك confused هنا فعل. ليه? جت بعد كان وكان بيجي بعدها فعل مصدر. the announcement. الاعلان. caused a lot of confusion among the students. الاعلان سبب الكثير من الارتباك بين الطلاب. جبت هنا confusion لانها ديت اسم. جاء في محل مفعول. جاء بعد كلمة caused. وجاء بلاها lot of كثير من. I am really confused. can you explain that again? انا مرتبك فعلا. ممكن تشرح لي ذاتا وتفسره لي تاني. خلي بالك confused هنا صفة. جاء بعد verb to be. لي am و is و are. هنا جاب للريالي. مش مشكلة حتى لو جاب ظرفة قبلها عادي جدا. بس هنا قامت بيجي بعدها الصفة. ناخد بعد كده. word synonym and antonym. المرادف والمضاد. كلمة concentrate you rakes. بتساوي طبعا المرادف بتاحها لوها synonym او الميننج بتاحها focus. الانترم او الابزت المضاد. ignore او disregard يتجاهل. confused مرتبك. بتساوي distracted او puzzled. بعكسها clear headed صافي الذهن. current حالي او جاري. بتساوي contemporary او ongoing. ندول بيساوي كلمة current. معناهم برضو حالي او جاري او مستمر. عكسهم past او old و ماضي او قديم. determination تصميمة او عزيمة. بتساوي persistence او dedication. مع عكسها indifference او hesitation. عدم اهتمام او تردد. distract يشتت الذهن او الانتباه. بتساوي confused او disturb. وعكسهم calm او clarify. يهد او يوضح. encouragement تشجيع. بتساوي support او packing. وعكسها discouragement عدم تشجيع. imagine يتخيل. ساوي fancy او suppose. وعكسهم disregard او ignore يستبعد او يتجاهل. independent مستقل. بتساوي self reliant. معتمد على نفس مستقل يعني. وعكسهم dependent. معتمد على الاخرين او عالي على الاخرين. specific. محدد. بتساوي peculiar. او كلمة particular والاتنين صح. عكسها common او ordinary عادي او شائع. struggle. يكافح. بتساوي toil او strive. وعكسهم surrender او yield. يستسلم. ناخد تشيكبونتي التاني بقى. number one. he tried to distract attention from his own illegal activities. هو كان بيحاول. يشتت الانتباه عن انشطة غير قانونية الخاصة به هو. the verb distract is the synonym of. كلمة distract يشتت الانتباه. او يربك ديات بتساوي ايه? طبعا هنا بتساوي كلمة confused. يبقى انا لتر ايه? number two. he was annoyed that he had forgotten his wallet. هو منزع جنوانيس المحفظة بتاعته. the noun of the verb annoy. عاوز الاسم من كلمة annoy. طبعا هتبقى annoyance اللي هي لتر بي. تمام. number three. my grandfather is ill. and he can't a lot of physical activities. قولي انا جده مريض. هو طبعا ما يقدرش يكون بايه? بقى انشطة بدنية كتيرة. يبقى هنا طبعا ايه اللي بيجي مع كلمة انشطة? do. يبقى لتر ايه? number four. the tour guide. المرشد السياحي. says that. بيقول لنايبه. we will not break now. and resume in an hour. طبعا هنا بيقول احنا ايه? هناخد راحة. يبقى هنا. have a break now. number five. the disease seems to be specific to certain types of plant. المرض يبدو طبعا انه ايه? يعني خاص بانواع معينة من النباتات. the adjective specific is the opposite of. الصفة. specific. مضادة لكلمة ايه? نقولنا خاصة بحاجة معينة. يبقى نعاوسة عامة يبقى common. يبقى لتر دي. number six. mother insists that our house is different. the others on our street. ماما مصرة ان منزلنا مختلف عن الاخرين في الشارع اللي احنا فيه. يبقى احنا اقولنا different to two او different from. هنا اللي موجودة from. تمام. number seven. public companies. الشركات العامة. have to publish annual reports. ياجب عليها ومضطرة انها تعمل تقارير سنوية. تطبع تقارير سنوية. and accounts وحسابتها. the adjective of the verb publish is. الصفة من كلمة publish ينشر هتبقى منشور اللي هي ايه? published. تم نشر يعني دي الصفة. number eight. to become a professional musician. عشان تبقى موسيقار محترف. you need to have a lot of determination. لازم عندك الكثير من الاصرار والعزم. the noun determination is similar in meaning to. كلمة determination مسوعة في المعنى الايه? نقولنا علامة شوية اللي هي ايه? persistence. يبقى letter a. number nine. the tourist group spent the afternoon locking the town. المجموعة السياحية ديت. يعني قضت الايه? الظاهيرة. looking a the town. عايزوا لك بتدجول في المدينة يبقى looking around the town. number ten. although he was injured. the boxer struggled to win the fight. عرغم الملاكم ده مصاب. لانه كان بيكافح عشان يفوز بالايه? بالقتال اللي هو فيه. the answer of the verb struggle. مضاد كلمة struggle. وهنا يكافح. يبقى هنا surrender. يستسلم. تمام. ناخد بعد كده. notes on vocabulary ملاحظات على كلمات. اول حاجة. explore. invent discover. explore. قلنا قبل كده معناها يستكشف شيء. يعني او مكان او بيدرس معلمه يعني. ماركو باولو was the first European sailor to explore China. ده اول بحار من اوروبا قام باستكشاف الصين. يعني يدرسها ويقعرف معلمها وكلام ده كلهم. invent اخترع شيء او جهاز. ما كانش موجود قبل كده. توماس اديسون invented many devices. اخترع اجزة كتيرة. in the field of electricity في مجالك هرباء. discover. اكتشف شيء كان موجود ولم يعرف. يعني هو كان موجود وحنا ما نعرفش. زي كلمة مثلا او مثل. the pharaohs الفراعنة. were able to discover many metals. كانوا قادرين انهم يستكشفهم او يكتشفوا بقى هنا معادن عديدة. such as iron. زي الحديد. and gold. والذهب. بعد كلافر بين كلمة current وcurrents. current تنفع مناح حالي او جارن. طيار ماء. تنفع طيار هواء. طيار كهربي. طيار سعيد رأيي مثلا او اتجاه معان للناس. مثلا. in طبعا هعمل لك كل سهم قصد كل واحدة بقى. اول حاجة. in its current state. يعني في الوضع الحالي. the car is worth 50 thousand pounds. السيارة ديت تستحق خمسين الف جنيه. انت بتكلم كده من عشر سنين مثلا. انت دلوقتي اقل حاجة خمسمائة الف. المهم. المثال التاني. طيار ماء مثلا لك ايه. strong currents can be very dangerous for swimmers. طيارات الماء القوية ممكن تبقى خاطر على السباحين. ممكن تبقى طيار هواء مثلا. بعض الطيور بتستخدم طيارات الهواء الساخنة او الدافئة. to help them fly عشان ساعتهم على الطيران. ممكن تبقى طيار كهربي. لما اقول مثلا. check all your wiring. يعني تأكد من كل الاسلاك اللي عندك. before switching on the current قبل ما طبعا توصل الطيار. ممكن اقول there was a current of anger within the company. في طيار ساعت في الشركة او رأي ساعت في الشركة. يعني غضب ناس غضبانة كتيرة ايه في الشركة دي. لكن currents اللي هو الزبيب العنب المجفف لما اقول. our cook uses a lot of currents while baking case. يعني الطبخ بتاعنا بيستخدم يعني زي ما اقول اه currents هنا مقصد بها اللي العنب الزبيب يعني بيستخدم زبيب كتير. هو بيعمل الايه? او بيخبز الكيكة. وطبعا الزبيب ممكن اقول عليه dried grapes يعني عنب مجفف. الفريق بين abroad foreign exterior يعني. لما اقول لكن abroad مواصل بها خارج البلاد. في بلد اخر طبعا لا تستخدم كصفة قبل اسم. لما اقول. our neighbors are on holiday abroad. جرانا في اجهزة في خارج البلاد. at the moment في هذه اللحظة. لكن foreign اجنبي ديت صفة تيجو رأي اسم. لما اقول. who is the minister of foreign affairs. من هو وزير الخارجية. او شون الخارجية. exterior outside. يعني خارجي. the exterior of my house needs. painting. يعني جزء خارجي بتاع المنزل. او سطح خارجي للمنزل محتاج ايه اطلاق يعني. certificate qualification degree. كلمة certificate دي الشهادة. دي وصيقة رسمية لشيء. مثل الميلاد او الزواج او لفاه. لما اقول. in order to get a passport. you will need your purse certificate. عشان تحصل على الباسبورت. محتاج شهادة الميلاد. qualification دي المؤهلات بقى. يعني دليل على مهارة عندك معينة. او تكون عارف موضوع معين بعد ما نجحت طبعا في المنهج بتاعه. او الامتحام بتاعه. مثلا. what qualifications do i need to teach english? ايه بقى المؤهلات? لانا محتاجها عشان ادريس انجليزي. as a foreign language كلغة اجنبية. degree. درجة جامعية. لما طبعا اكون باتمام منها الدراسي بنجاح. i did. my degree. او i took my degree. ات اصيوت من جامعة اصيوت. بعد كده. وكلمة draft. دراوت ده معناها جفاف. لما اقول. some of the newer plants. بعد النباتات الجديدة. in the garden died. في الحديقة طبعا ماتت. during the drought اثناء الجفاف. لكن draft. ال جي اتش هنا تطائف. draft. طيار هواء يدخل الى الغرفة. can you close the window? ممكن تفلشبك. i am in a draft. يعني في في امام طيار هواء داخل الغرفة. كلمة loud وكلمة noisy. loud يعني صاخب. عالي الصوت. بنستخدمها عشان نوصف. مثلا الاسوات والموسيقى. لما اقول. the child was talking in a very loud voice. الطفل بيتكلم بصوت عالي. the music was so loud that we couldn't hear each other. الموسيقى عالية جدا. بدرجة مشقدر بنسمع بعضنا البعض. noisy صاخب او مزعج. بنستخدمها عشان نوصف الناس والالات والاماكن. لما اقول. the traffic in the city center was very noisy. المرور. حركة المرور في المدينة. وسط المدينة. يعني صاخبة مزعجة جدا. our new neighbors are noisy. الجرانة جودة بتوعنا مزعجيين. and are always having quarrels. ودامي عندهم شجارات كتيرة. خناءات كتيرة يعني. ناخد اتشك بوينت بعد كده. number one. after the meeting بعد الاجتماع. the attendees will be free to the city. الحاضرون او الحضور طبعا كانوا فاضين ان هم ايه طبعا يستكشفوا المدينة بها هنا explore. number two. candidates المرشحون. of the job. بتوع الوظيفة. in the new administrative capital. في العاصمة الادرية جديدة. must hold a in architecture. في المعمار يعني. يبا لازم ان يكون معهم ايه درجة علمية. شهادة يعني. يبا هنا لترضي. degree. number three. the farmers suffer the great losses at or as they not cause the serious damage to crops. due to lack of water. في الحين طبعا بيعانوا من خسائر كبيرة جدا. لاللصص ديت خسائر كبيرة. طبعا حصلت بسبب ايه? او او سببت يعني ضرر خطير للمحاصيل. لان طبعا بسبب نقص المياه. لبا انا بتكلم في ايه? طبعا بتكلم هنا على دراوت اللي هو الايه? الجفاف. number four. on surfing beaches strong not are common especially during competition time. هزالة لك طبعا لما ما يكون ممارس رياضة السيرفينج اللي هو تزلق على الامواج يعني على الشواطئ. strong. وانمارس رياضة ديت ركوب الامواج. ايه اللي كان قوي? طبعا are common بيعتبر شائع especially during competition اسم المسابقات او اوقات المسابقات. طبعا اكيد طيارات اللي ايه? المياه يبهينا currency. يبهي اللي اتر دي. ما نشعر في مصر رياضة ديت اصلا. لما يكون فيه طيارات مياه قوية. number five. the chandelier اللي النجفة. fill to the floor وسقطت على الارض. with a bang. طبعا عملت ايه? loud bang يعني صوت مزعج. and we were scared وكنا خايفين. جيت دورنا دلوقتي ما حل اسئلة على الجزء الخاص بكلمات. number one. the footballer showed great. not to return to the team after the serious injury. لعب قرة القدم اظهر ايه عظيم? انه هو طبعا انه عايز يعود يعني للفريق بعد اصابة خطيرة. طبعا هو اثر هنا اصرار وعزيمة. هنا determination letter d. number two. the coach asked the young athlete. المدرب طلب من لاعب القوة. الشاب to do a variety of fitness. انه يعمل اتنوع من ايه? طبعا هنا activities الى الانشطة بتاع اللياقة. تمام. number three. the young mother. الام الشابة has a or an income as she works on a nursery school teacher. الام الشابة عندها طبعا ايه? دخل ايه? لانها طبعا بتعمل في زي بقول مدرسة في مدرسة او في حضانة. يبقى انا بتكلم هنا على ايه? independent income. تمام? بالتر ايه? وطبعا هنا independent معنىها مستقل. number four. we share the earth with all living and have a duty to preserve its riches. طبعا بنا شارك الارض مع ايه? حية اخرى يعني? يبقى هنا عايزوا لك كائنات او مخلوقات حية اخرى. يبقى creatures. and have a duty وعندنا واجب. طبعا نحافظ على الثروات بتاع الارض. number five. acceptable forms. of ID include passport or a birth certificate. طبعا هنا عايز اقول ليك كلمة فورمز هنا اللي هي الاستمرارات المقبولة للبطاقة مثلا او الهوية بتشمل ايه طبعا? طبعا تشمل اكيد جواز صفر واكيد شهادة الاميلات. يبقى انا بتكلم على جواز صفر ساري زي يبقى او جاري يبقى هنا current letter A. يعني مش متاز صلاحية يعني. number six. the bus not up passengers outside the airport and takes them to the city center. اللي تبقى سين عايزوا ليبقى يبقى هنا picks up يعني بيقوم بتوصيل الركاب خارج المطار and takes them to the city center. بيقودهم الى مركز المدينة. number seven. it really not me when people expect me to tip as will as pay a service charge in a restaurant. طبعا دا كانش افعل عمل معي ايه الموضوع دا يعني? ان الناس كانت طبعا بتهتوقع مني ان انا ايه? يعني هنا كلمة تب هنا بيقدم اكرامية يعني. بالاضافة كمان ان انا هدفع رسوم خدمة بتاعة المطعم كمان. طبعا الكلام دا ايه? ازعجني يبقى هنا annoys me. number eight. the teacher gave each group in the class an odd topic to talk about. المدرس اده لكل مجموعة في الفصل. طبعا ادههم موضوع محدد يكلموا فيه. يبقى هنا specific. تمام? طبعا كلمة vague يعني غامض مش هتنفع. number nine. it's important for a teacher to balance punishment with positive. مهم جدا. المدرس انه يوازم بين العقاب وال positive ايه? طبعا positive encouragement اللي هو التشجيع الايجابي. لازم ان يوازم بين الاتنين. number ten. the collection includes. المجموعة بتشمل from the works of several well known authors. من الاعمال الادبية بتاع مؤلفين مشهورين او العديد من المؤلفين المشهورين. طبعا بنتكلم هنا على الايه? extracts يعني فيه اكتباسات. يبقى المجموعة ديها بتشمل الطباسات من اعمال ادبية الايه العديد من المؤلفين المشهورين. number eleven. then what was the changing? the sheets? sheets هنا? when we got back to our hotel room. sheet's مصدى الملايات يعني. مين طبعا اليوم بالموضوع ده? طبعا ميد الخادمة بتغير طبعا الملايات او الفرش اللي موجودة على السرير لما رجعنا الفندق. number twelve. in the past في الماضي. magazines used to not novels and short stories in parts. في الماضي. كانت المجلات بتنشر الروايات والقصص القصيرة في سورة اجزاء. طبعا هنا تبقى كلمة publish يعني ينشر. number thirteen. the message was written in a or an. الرسالة مكتوبة في ايه? code that only our soldiers could read. فقط الجنوب بتوانهم اللي عرفوا يقروها يبقى اكيد. secret. يبقى هنا ايه? secret code تمام. code سري. number fourteen. volunteers built not shelters. shelters يعني مقوى. such as tents زي الخيام. for the survivors للناجين مثلا. of the forest fires من حرائق الغابات. until حتى the authorities moved them to flats. تقوم السلطات المختصة بنقلهم الى شوعة. يبقى يعملوا هنا. shelters يبنون عليه temporary مؤقت. يبقى مقوى مؤقت لهم زي خيام. لحد ما لقوا السلطة او السلطات المعنية تنقلهم لشوعة تانية. number fifteen. the new head teacher has taken on that. not of improving the school and he could succeed. طبعا هنا المدير الجديد مسلا. has taken on that. طبعا اخذ على عطوكه زي ما قولهم تحسين المدرسة. يبقى هنا has taken on the challenge يعني خد تحدي كده. نحسن المدرسة and he could succeed. هو طبعا هيقدر ينقى. number sixteen. stop shouting loudly. توقف عن الصياح بصوت عالي. all that noise makes it harder to. كل الضوضاء ديت بتجع. عمنا الصعب ان الواحد يعمل ايه? اكنا طبعا مش قدره تتركز. يبقى هنا concentrate. number seventeen. both clocks are still in good working. not although they are old. يعني زي قولي هنا ايه? الساعات يعني كلا الساعتين. الاتنين ما زالهم بيعملوا بطريقة جيدة. although they are old. يعني زي قولوا نسخة قديمة مثلا. يبقى حالتهم في العمل جيدة. يبقى هنا condition. تمام. number eighteen. she is not to bring up a family alone. alone after the death of her husband. طبعا هنا هي بتكافح عشان تربيت قصرتها الوحدة بعد وفات زوجها. يبقى هنا struggling letter a. وكافح. او تكافح. number nineteen. the job interview. الموابلة الشخصية بتاع الوظيفة. proved to be much worse than i had imagined. يعني اثبتت لي ان هي اسوأ بكتير من الان كنتم تخيله. the serum of the word imagine is. طبعا هنا مراض في كلمة imagine. هتيبقى كلمة fancy. يعني تخيل. number twenty. digging in the garden. وانا بحفر في الحديقة. the gardener came some pieces of bone. يعني صادف بعض لي كطع العظم او العظام. يبقى هنا كيم اكرس يقابل بالصدفة. number twenty one. experts advise young people not to. الخبراء نصهم. الشباب قال لي distracted easily. and focus on their goals. طبعا قال لي ايه. يحدث لهم تشتت بسهولة. طبعا نقولنا بيجمعها ايه. كلمة get distracted. يتشتت. number twenty two. changing the name of the company will only lead to. تغيير اسم الشركة. فقط. سوف ادي الى ايه. طبعا lead to confusion. ارتباك والخيرة. يبقى لي طربي. number twenty three. you can't expect a four year old child to do this difficult task. ما تقدرش توقع ان الطفل اللي عنده اربعة سنين يقوم بالمهمة الصعبة ديه. his own. عايزولك بنفسه. يبقى هنا. on his own. number twenty four. the governments and effective initiatives. initiatives اللي هي ايه? initiatives اللي هي المبادرات. تقولنا مبادرة حياة مبادرة حياة كريمة مثلا. المبادرات المؤثرة. help to improve poor people's life. تساعد في طبعا ايه? تحسين حياة الناس الفقراء. يبقى انا بتكلم هنا. the government's imagination. بيكلم على الخيال او الابداع بتخص بالحكومة. وطبعا المبادرات المؤثرة. هي طبعا هتساعد تساعد تحسين حياة ايه? الناس الفقراء. number twenty five. there is no difference. the two houses. they look exactly the same. ما فيش فرق واضح بين المنزلين. هم بيبدو تماما مثل بعضهم. طبعا قبل حاكتين يبقى هنا بتوين. لو اكتر من اتنين كنت قلت among. number twenty six. during my stay in london. اثناء قمت في لندن. they're not a family. welcome to me warmly. طبعا مين اللي رحب بي بحرارة. اللي هي الاسرة المضيفة ليا. يبقى هنا. host family. اللي هي طربي. number twenty seven. you should have a lot of not to achieve your goals in life. لازمن يبقى عندك ايه كتير عشان تحقق هدافك في الحياة. يبقى عندي اسرار وعزيمة. تصميم. يبقى literacy. determination. number twenty eight. people who live in the desert usually not to survive when there is a drought. النسبة اللي بتعيش في الصحراء. عادة طبعا. to survive. يعني كلمة survive طبعا يبقى على قائد الحياة. when there is a drought لما يكون في جافة. إذن هو هيكافة عشان يبقى على قائد الحياة. يبقى هنا. number twenty nine. our math teacher. مدرس الرياضيات. always gave us a lot of support. دائما بدينا دعم. and we owe much to him. نحن ندين بالفضل الكثير ليه. يبقى بدينا دعمه ايه. and encouragement وتشجية. number thirty. could you tell me the name of the نقط pre-minister of England. ممكن تقول لي. اسم رئيس هنا طبعا pre-minister رئيس الوزراء الحالي بتاع انجلترا. يبقى هنا الحالة اللي هي ايه. current. تمام. ناخد بعد كده الجزء الخاص بالgrammar. هنكلم هنا على. يفكرنا طبعا بالمدرع المستمر. هنا المدرع المستمر يعبر عن اشياء تحدث اثناء الكلام. تكوين. I'm is are فعل فاين جي. مثلا. the baby is sleeping at the moment. طبعا الحاجات اخدناها كتير جدا. لو لو جيبت نافي هقول هنا. they aren't watching tv at the moment. بجيب طبعا النط بعد ام و از و ار. لو هسألها هجيب ام از ار في الاول وفعل وفعل فاين جي. مثلا. is he doing his homework? لو هسأل بعد استفهام. اجيب اتطلل استفهام. ام از ار فعل فاين جي. what are you doing now? مسلا. لو هجيب ما ابنم اقوله ده لب النساء. بابدأ بمفعول. ام از ار بينج تصريف تارك. لما اقول. look. the thief is being chased. انظر. اللص يتم الان مطاردته. طيب استخدامه. يعبر عن احداث تتم اثناء الكلام. لشي نقول لن احنا في منتصف الحدث مثلا. لما اقول. I'm waiting for the train. انا منتظر للقطار. يعني I am in the station now. انا دلوقتي في المحطة. they are playing football. هما بيلعبوا قرات قدمة الان. يعني لم تنتهي المباراة حتى الان. يعني انا بعبر عن احداث تحدث الان عشان نقول لن احنا في ايه? في منتصف الحدث ذا مسلا. كمان برضو من استخدامات المدرع المستمر للتعبير طبعا عن حدث مستمر ولكن لاسه بالضرورة فوق الكلام. يعني ايه? لما اقول هي بتعمل بجدة هزي الايام. يعني تعمل بجدة هزي الايام ربما هي الان تأكل او تقرأ او تنام. لكن هي الطبيع العام بتاعها بتجتهد اليام. الاستخدام الثالث. موقف حالي? بعبر عن موقف حالي. او حاضر ومختلف عن موقف الماضي. الشباب ما بيقرأوش الجرائد هزي الايام. الاستخدام الرابع. تعبر عن احداث تم الترتيب لها لتحدث عن المستقبل هنا بقى دي نقطة الخاصة بالمستقبل. ترتيبات في المستقبل. احمد سيغادر الى اللوكسور خلال ساعة او في خلال ساعة. معنى كده تم الترتيب للماضي. بس استخدم بقى كلمات ده على المستقبل ازا كان الحدث تم ترتيب لي. لما اقول علي هيقابل مصر امجد يوم السبت القادم في الصباح. كما ممكن استخدم كلمة لما اكون بكلم في المضرع المستمر ازا كنا نريد التعبير عن شيء يحدث كثيرا واحيانا يضايك. انت بتستخدم هنا للتعبير عن ايه? المضايقة او الضيق يعني. لما اقول. هو دايما بينسى بفتح السيارة في المنزل. انت بتقوله كلام ده وانت متداية. هي دايما بتسألها كتير انا برضو متداية. هو ليه دايما بيعزف على الجتار انا بقول برضو نفس الكلام انا متداية. بنستخدم المضرع المستمر مع عبارة الزمنية هي ايه? بعدها عالم التعجب واول حرف منها كابتل. عشان تشد الانتباه انظر. استمع او انصت اللي كابتل وورا عالم التعجب. احضر ده كلها بتعبر عن المضرع المستمر. مثلا. هو فينش ماي وورك. انا بحاول اخلص العمل بتاعي. انت عملي مثلا نزعك. فقولك ايه? I'm trying to finish ماي وورك. number two. you are hungry. انت جعان. انت جوعان. why you eating? لماذا لا تأكل? لك تراح يبقى why aren't you eating? number three. you too fast. please slow down. انت بتاخد السيارة بسرعة الان. لو سبعت ممكن تبطأ السرعة. يبقى you are driving. number four. who not hala not to? وعايز هنا اجيب دي اختار كلمتين مع بعض يعني. يبقى هنا who is hala speaking to? تمام. يبقى اللي يطر ايه? number five. I not to the dentist tomorrow. انا اروح له له طبيب الاسنان غدا. I made an appointment with the nurse. انا عملت ايه? خدت معاه من الممرضة. يبقى فيه هنا ترتيبه وعاداته في المستبل. يبقى I am going to the dentist. ناخد النطق تانية من القاعدة بتاعتنا. status verbs. اللي هي افعال الثبات او الحالة. يعني ايه الافعال للثبات او الحالة? تصف هزي الافعال حالة ثبتة للشخص. وليس الشيء الذي يفعله. يبقى انا ما اكلمش على الحاجة اللي هو بيعملها بكامع الحالة بتاعته. ودي افعال طبعا غير حركية. زي مثلا go. الافعال الحركية go يذهب. دي يتفعه حركة. لكن own يمتلك ما فهاش حركة. شوفت بقى الفعال للحركة وفعال ليه? اللي هو الثبات يعني او الحالة? وهزي الافعال لا تستخدم بعد وبه هو من امثلة هزي الافعال زي ايه? ركز معي بقى. افعال تعبر عن الاراء والمعتقدات زي ايه? زي كلمة think. زي كلمة no. افعال تعبر عن المشاريع والعواطف. زي كلمة like. زي كلمة love. افعال تعبر عن الدراك والحواس. زي كلمة hear. كلمة see. افعال تعبر عن الملكية والمقاييس. زي كلمة belong يخص have way. بعض الملحظات المتقدمة خلا بلاج منها. بعض الافعال لها كل من المعنى الحركي والمعنى غير الحركة. يعني تنفع اللي اتنين. واذا استخدمت في الاستمرار يكون لها معنى مختلف. ركز في اللي الحتة دي بقى. اول حاجة كلمة think معناها يعتقد معناها يفكر اللي اتنين. لما يكون معناها يعتقد ده فعلا من افعال الايه? الحالة. او الافعال التقريرية. لما اقول I think English is easy. اعتقد الانجليزي سهل. لكن مقول I think I am thinking ما اقولش انا اعتقد انا افكر. I am thinking about your plan. انا افكر بالخطة بتاعتك. يعني I am considering. خلي بلك هنا ده فعلا حركة. يدبر امر معين يفكر ماليا. كلمة have. ممكن يكون معناها يمتلك. ده تبقى فعلا من افعال الحالة. my brother has a nice car. اخي لديه سيارة جميلة. لو قلت having. هيتغير معناها. معناها يتناول هنا. وليس يملك لما قولك he is having a dinner now. is eating now. هو بيتناول العشاء الان. يعني هو بيأكل دلوقتي. لما الفعل حسب معناها بيتغير. طبعا كده افعال الحالة كلها لا يضاف لها energy. لكن افعال الحركة ينفع اضاف لها energy. كلمة see. طبعا هنا ممكن يكون معناها يرى او معناها يقابل. لو معناها يرى ده من افعال الحالة. معناها يقابل من افعال الحركة. يعني حطها energy يعني. his eyes are so bad. يعني طبعا سيئة جدا. he sees a little اللي هو بيارى او بيشوف الحاجة يعني قليل جدا. لكن مولا I am seeing my lawyer tonight. انا هقابل لنحامي بتاعي الليلة. يعني I am visiting him. I am meeting my lawyer tonight. وهكذا. كلمة love. الفعل love يدل على المشاعر اللي حركة فيها. يعني ما قول I love going on holidays to relax. انا احب الزهب في الاجازات عشان استريح واسترخي. لكن مولا I am loving this holiday. يعني I am enjoying. هنا في specific حاجة محددة. هنا اللي سنتعب الاجازة في وقت معين وسط الحدث يعني. he looks tired. يعني he seems. يبدو. هنا افعال الحالة اللي يدفل. هي بتنظر الى صور قديمة. هي بتتفحص وبتنظر بدقة فيها. تتفقدها يعني. الفعل بي. فعل يكون فعل حالة. هو ليس في وقت معين ولكنه دائم. لما اقول علي is a kind man. معروف ان علي يطيب على طول. لكن يقول لك. رامي is being very kind to me these days. يعني he is behaving kindly. معنى كان بيوصف التصرف بتاعه وليس حالته. يبقى عشان كده قلت being. يعني يتصرف معي هذي الايام فقط. smell the food smells nice. الطعام يعني هنا رائحة. يعني حالة الرائحة بتاعته ايه? يعني جميلة. يبقى هنا الطعام له رائحة جميلة. يبقى هنا smell معنى كده كده من افعال الحالة. لكن يقول لك why are you smelling your food? انت لاي بتشم الرياحة بتاعته الطعام بتاعك? يعني بيحاول اشمها ويشوفها حلوة ولا لا. كلمة why? the meat wise two kilos. يبلغ وزن اللحمة اتنين كيلو. لكن يقول لك هو بيكون بعملية الوزن في هنا حرك. وعشان نفهم الفرق من الافعال جيدا تأمل المثال التالي. ركز بقى. هنا اقول لك يعني شربة لها مذاق لطيف. جميل. لكن يبقى هنا انا اتزوق شربة الان. يبقى هنا الاولاني فعل حالة لا توجد في حركة. التاني طبعا في حركة. وفعل هنا ينفع حطلو اي اني جي. احنا لأسئلة على الجزء الخاص بجرامر. نمر one. turn the tv off. يعني اغلق التلفاز. لا احد يشاهده الان. يبقى هنا نو. ما تقولش ايه زين تبقى. ليه مصر. ما انا اعجلو ما حدش بشاهده. ما هي نوان بتدي معنا نافية. ما يفعش اجيب معنا في تاني. يبقى ايه بيكلم بي. بيقول له اين تكون نادا. رد عليه ايه بتلعب الان مباراة تنس. يبقى ايه بلايين. نمر ثري. العلماء طبعا بيعتقدهم ويؤمنهم ان العالم سوف يزداد حرارته يعني. طبعا ما ينفعش اقول believing لان believe يعتقد لا يضف لان جي. نفعل الادراك. يبقى هنا believe. يبقى ليتر ايه. امر four. look. انظر. how fast that lure. يعني مادة سرعة اللوري ده ايه. طبعا how fast that lure. يبقى هنا is going. يتحرك. نمر five. ماريام is busy at the moment. ماريام مشغولة في هذه اللحظة. she not hurt her. يبقى ده المشغولة يبقى تقوم الان بغسل شعرها is washing. نمر six. I like reading science fiction stories. انا بحب قراءة الكصص الخالي العلمي. but my brothers support. لكن اخوات الاولاد بيحبوا من الرياضة. يبقى هنا like. هنا فعلي من افعال الحالة. نمر seven. they are hungry. they not something to eat. هما جوعانين. هما عاوزين حاجة يأكلوها. ده اللي هنا قلت عايزة يريد. يبقى هنا they want. افعال من افعال الحالة. نمر eight. stress not high blood pressure. الضغط بيسبب يعني ارتفع لضغط الدم. اذا هنا بتكلم في ايه. كلمة causes. لان كلمة stress. تعامل عامة المفرد. نمر nine. everything is arranged. كل شيء مترتب له. for my travel naked saturday. طبعا الرحلة بتاعت يوم السبت. او سفر بتاعت يوم السبت. this means I naked saturday. معنى الكلام ده. ان I am traveling. يبقى انا امرتب هنا. I'm traveling. literacy. نمر 10. the sky not gray and the wind is blowing. هنا بيقول لك ان السماء يبدو عليها لونها يبقى لونها gray يعني رماضي. wind is blowing وريح تهب. I think it's going to rain. اعتقد الجوها يمطر. يبقى هنا يبدو عليها يبقى هنا looks. لان كلمة looks من افعال الحالة يبدو. نمر 11. you haven't said a word all morning. انت مقلت شوية كلمة طول النهار. طول الفترة الصباح يعني. what about? يعني انت بتفكر فيه مش ماذا تعتقد بقى. but are you thinking about? فيما تفكر. number 12. the famous footballer is coming to visit our village. اللعب المشهور بتاع كرة القدم هيجي يزور القرية بتاعتنا. and I he is very rich. وطبعا انا ايه? انا اسمعت انه هو غني جدا. يبقى I hear. تمام? يعني انه here من افعال الحالة برضو. number 13. you should do something more active. ولكن انت دايما بتلعب علعاب كمبيوتر. يمفروض تبقى ايه? ناشطة اكتر من كده. يبقى هنا بالكلم هو متداية. يبقى انا اجب always مع المدرع المستمر. يبقى you are always playing. number 14. if you know of this comic book I'd like to see it. قولينا طبعا ايه? لو انت طبعا ما كنتش بتكرأ الكتاب الكوميدي ده انا عاوز ايه اشوفه. يبقى if you aren't reading. number 15. something not different. are you wearing a new suit? في حاجة متغيرة يبدو عليها متغيرة. غريبة يعني. وانت مرتدي بدلة جديدة. يبقى هنا something seems different. تبدو. في الحالة. number 16. we know what for my brother's birthday party. do you want to help? احنا هنا ايه بينجاهز لحافلة عدم لده اخويا. تحب يساعد معانا. يبقى هنا we are preparing. لان هنا هنا في ترتب وعداد. number 17. when my brother has a bad cold. لما اخويا عنده بيكون عنده برد يعني دور برد قوي. سيء. he nothing. يبقى هنا he tastes nothing. يبقى هو لا يتزوق ايشيء. number 18. karim is a policeman. karim is a policeman. karim is a policeman. karim دراج الشرطة. but he not a uniform today. لكنه طبعا مش مرتدي النهاردة زي الموحد. يبقى isn't worrying. letter a. number 19. he not more money than he can afford to pay. واستلف الوز كتيرة. اكتر من لو هي قدر يتحمل لو هي ايه. يعني يرده تاني. يبقى هنا he owes. لان هي تاخد فعل في اس. في المدارع بسيط. number 20. how many children? كم عدد الاطفال طبعا اللي عندك او تمتلكهم. يبقى هنا طبعا ما ينفعش اقول are you having بتاكله? ما ينفعش اقول عدد الاطفال اللي بتاكله. مال ايه? do you have letter a? number 21. I know the fish now eight five kilos. ولو انا بوزن السمك دلوقتي هي لها وزن خمسة كيلو. الاولانية تبقى من درع مستمر. يبقى I am weighing. طبو التانية. it weighs. يبقى letter D. تمام. يعني لو ان هي بيقوم بعملية الوزن دفع الحركة. لكن التانية يزن دفع لايه حالة? number 22. which is sentence of the following is grammatically correct. اي من الجمل التالية? يعني صحيحة من ناحة grammar وخربك من حتة grammatical D. عشان الناس بتلعبط كتير قوي. صحيحة من ناحة grammar. يبقى هنا طبعا هتبقى letter C. تمام? we are meeting on monday to discuss some problems. هنتقبلهم من اتنين عشان ناقش بعض المشكل. number twenty three. one of the following is grammatically correct. احد جملة التالية فقط صحيحة. يعني واحد بصري صحة وتلاتة غلط. طبعا هتبقى ايه? تبقى letter B. I'm thinking of taking a vacation. او بفكر في اخذ ايه? اجازة او عطلة. number twenty four. some men are waiting outside for you. بعد الناس منتظرك الان. يبقى هنا at the moment. في هذه اللحظة. number twenty five. ايه بيكلم بي? يقول له هنا what's or what is Osama doing at the moment? Osama بيعمله في هذه اللحظة. رد عليه قال له ايه? طبعا هيقول له he is tasting the food. تمام? يبقى هنا بيتزوق الطعام. letter A. number twenty six. where have you arranged to spend as a summer holiday? قال له I know two weeks in charm shake naked summer. يبقى هنا طبعا كنت بترتيب قضاء اجازة الصفة القادمة فين? طبعا هنا I two weeks in charm shake naked summer. يبقى هنا I am spending two weeks. يبقى هنا بيكلم عن دورة السمري في ترتيب وإعداد في المستقبل. number twenty seven. I have already confirmed the reservation. أنا بالفعل كنت بتأكيد الحجز. I to Rome tomorrow. طبعا ايه? أنا سوف ايه? أسافر بطائرة إلى روما غدا. يبقى I am flying لأن هنا في ترتيب وإعداد. number twenty eight. you know what to loud music. this is annoying. I can't concentrate on my lessons. قلو طبعا انت دايما بتسمع مستوكة عالية. يبقى هنا ده شيء مزعج. انا مش قادر اركز في الدروس بتاعتي. يبقى هنا يستخدم always مع المدرعة المستمر. يبقى هنا are always listening. خلي بقى لك always بتيجي بين I am and is war والفعلة في ING. number twenty nine. look basm not up his room. قلو نظر باسم بيكون بترتب حجرته. he is always active هو دايما النشيط. يبقى هنا الآن يبقى يستايدنج بيرتب الآن. number thirty. I want a wonderful time in the village. everyone is really nice. هزول هنا ايه? انا بقوم بقضاء وقت لطيف ورائع في القرية. كل والناس هنا طيبين او كويسين. يبقى هنا I am having letter D. تمام. كده فضل عندنا الجزء الخاص بتستير سيلف. وعشان الوقت الترمي التاني دايق. والفيديو هيبقى طويل اوي. هجبعتهم لكم على منتدى القناة او الغالب هبعته على جروب والواتس ايب. والرابط موجود في الوصف اسفل الفيديو. هبعتهم لكم محلولين بعد نشر الفيديو ان شاء الله. الرابط موجود في الوصف اسفل الفيديو بتاع جروب والواتس ايب. احنا كده وصلنا الاخر حلقة النهاردة. لو عاجبك الفيديو ما تستشعر باللايك للفيديو وتشارك في القناة وتفعل الجرس عشان وصلك الفيديوهات القادمة ان شاء الله. كان معكم مصر رحمد العبد المقنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.